اهلا بكم الى نشرة الاخبار من الميادين ونبدأها بالعناوين قبل جلسة للبرلمان العراقي الجديد الصدر يدعو الى حكومة اغلبية وكتائب حزب الله تحذر من اقصاء الاغلبية كبير المفاوضين الايرانيين في فيينا يقول ان العدة العكسية للتوصل الى اتفاق نووي نهائي بدأ مقتل قائد اللواء الثالث عمالق المدعوم اماراتيا وعشرات العناصر في مواجهات مع القوات اليمنية في شبوة قوات حظ السلام الروسية تبدأ حماية المنشآت الحيوية في كازاخستان والسلطات تعلن اعتقال اكثر من خمسة الاف شخص اكد زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر ان لا مكان للميليشيات في البلاد لافتا الى ان الكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الامنية وقبل اول جلسة لمجلس النواب العراقي المنتخب قال الصدر في تغريدة على تويتر ان القرار سيكون عراقيا رافضا التبعية والطائفية والعرقية في البلاد ودعا الى حكومة اغلبية وطنية وتبع اللامكان للفساد وان الطوائف اجمع ستكون مناصرة للاصلاح توصل اكبر تحالفين للقوى السياسية السونية في العراق وهما تحالفات قدم والعزم الى اتفاق لاقامة تحالف مشترك بزعمة خميس الخنجر تحالف التقدم والعزم صوت بالاجماع على خميس الخنجر رئيسا للتحالف ومحمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب نعلن لكم اليوم اننا على قلب رجل واحد واننا مع حضوركم فقط واليوم نعلن رسميا دعمنا للاخر محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب لدورة جديدة وندعو اخوتنا شركاء الوطن لاحترام رأينا وتأييد هذا القرار من جهتي اكد عضو تحالف عزم العراقي حسام الدين العبار ان مصلحة العراق هي التي دفعت للاتفاق بين تحالفين تقدم وعزم مشيرا خلال حديث للميادين الى ان التباين بين التيار الصدري والاطار التنسقي في طريقه الى الحل يجب ان ننضي مع الجميع لان اليوم قضية اخطاء كتلة او خزم عن كتلة اخرى بنفس المكون لا شك سيشكل هناك ازعاج وبالتالي اذا تشكلت الحكومة باخطاء كتلة واحدة فائزة اعتقد اليوم الحكومة فلن تستمر اكثر من 6 اشهر اليوم كل متفقين يجب ان اكون متحالفين مع كل الجهات الموجودة في المكون الشيء واعتقد اليوم لازالت اليوم المفاوضات مستمرة اليوم بسالة حالف تقدم ونعزمه ايا مرحلة ايجابية وإيطار رسائل المكون الشيء وايضا حتى المكون الكردي اعتقد احنا لات المساعي حديثة وجهود كبيرة سفل من جميعنا افراسي سبيل الخروج برؤية المشتركة بين كل كتلة السياسية في الحكومة القادية حذر مسؤول المكتب الامني في كتائب حزب الله العراق ابو علي العسكري من ان تدخل تحالف عزم حزب تقدم او الاحزاب الكردية لمصلحة جهة معينة من المكون الاكبر سيسهم في عدم الاستقرار العسكري اشار الى ان محاولة استئثار طرف معين واقصاء الاغلبية ستؤدي الى شق الصف مطالبا ان تكون الحكومة المقبلة عراقية خالصة وراء ان ما حدث في الانتخابات اكبر عملية احتيال في تاريخ العراق وفي ذكرى اغتيال الشهدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندسة كذا رئيس اركان هيئة الحجر الشعبي عبدالعزيز لمحمد داوي ان ملحمة الحجر الشعبي احبطت مشاريع اعداء العراق لمحمد داوي شدد من البصرة على ان امة الحجر الشعبي باتت اشد من قواته على اعداء العراق مشيرا الى ان قادة النصر كانوا في مقدمة من استجاب لفتوى المرجعية واحبطوا مشاريع اعداء العراق من العراق ينضم الينا مراسل الميادين محمد الفاد من العاصمة العراقية بغداد اهلا بك محمد اذا تفاصيل الجلسة الاولى للبرلمان العراقي مؤشرات نجاحة والاجندة الموجودة في هذه الجلسة ستكون معك تفضل نعم يارا حددت امان العامة لمجلس النواب العراقي هذا اليوم وفق المحددات الدستورية ان تكون الجلسة الاولى للبرلمان العراقي في دورته الخامسة هذه الجلسة من المقرر ان تنطلق وفق جدول اعمالها في ساعة 11 بتوقيت بغداد وستكون من مهام هذه الجلسة اولا ان تتم كراءة اسماء النواب الجدد الفائزين في هذه الانتخابات ثم يدير اكبر النواب سنا هذه الجلسة وهو نائب محمود المشهداني عن تحالف عزم هذه الجلسة ايضا سيتم او ستتم دعوة النواب الفائزين الى اداء اليمين الدستورية بعدها يفتح رئيس البرلمان رئيس السن لهذه الجلسة باب الترشيح لانتخاب رئيس البرلمان ونائبين هذه المهمة الابرز للجلسة ولا تطلب المهمة الارئيسية وهي مهمة تحديد الكتلة محمد يبدو اننا فقدنا الاتصال بمحمد الفهد بكل احوال شكرا لك على هذه المعلومات اكد كبير المفاوضين الايرانيين في فيينا علي باقر كني ان العد العكسي للتوصل الى اتفاق نووي نهائيا قد بدأ كني شدد على ان القضايا الخلافية في المفاوضات النووية تتقلص مشيرا الى ان معظم المشاركين في المباحثات يؤكدون التطور الحاصلة في مسار المفاوضات اعلنت تهران فرض عقوبات على اعضاء في الادارة الامريكية السابقة لدورهم في اغتيال الشهيد قسم سليماني ورفاقه ابرز من شملتهم العقوبات هم الرئيس السابق دونالد ترامب ومايك بومبيو ومارك اسبر وغيرهم وفي بيان لها اكدت وزارة الخارجية الايرانية ان العمل الارهابي الامريكي لا يؤثر في مواصلة تهران مسيرة الشهيد سليماني في مكافحة الارهاب الذي تدعمه واشنطن اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة تضاعفت ثلاث مرات في الاشهر الثلاثة الاخيرة لفتا الى ان احباط العقوبات من اهم القضايا التي تتابعها الحكومة وبالدرجة الثانية رفع العقوبات وخلال دفاعه عن ميزانية العام المقبل امام مجلس الشورى الايراني اكد رئيسي ان هدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة ثمانية في المئة معربا عن امله بالوصول الى هذا الهدف لكون النمو الاقتصادي كان في السنوات السابقة اقل من واحد في المئة من العاصمة الايرانية تهران ينضم الينا مدير مكتب الميادين ملحم ريا اذا ملحم حديث عن ان الاتفاق النووي ومؤشراته قد بدأت على ماذا تستند هذه التصريحات المتفائلة طبعا هناك واضح بوجود اجابية من خلال التصريحات التي نسمعها من المسؤولين الايرانيين كان من كبير المفاوضين الايرانيين علي باقر الكني او كان من وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان الذي تحدث باحتمالية الوصول الى اتفاق بين ايران وبين الاطراف الاخرى في حال تعاملت الاطراف الاخرى تحديدا الطرفين الاوروبي والامريكي بحسن نواية مع المطالب الايرانية والمقترحات التي قدمتها ايران ولكن في الحقيقة التقدم بطيء صحيح ان هناك ايجابية هناك تفاؤل هناك مؤشرات ايضا على امكانية التوصل الى اتفاق ولكن حتى الان التقدم بطيء ما هي المؤشرات التي من الممكن ان نعتبرها بانها تشير الى ربما امكانية التوصل الى اتفاق اولا موافقة الاطراف الاوروبية على وضع نص مسودة واحد بدلا من المسودات الاخرى طبعا هذا النص الموحد هو يضمن ايضا يتضمن المسودتين التي قدمتها ايران في الجولة السابعة من هذه المفاوضات هذا بعض رفض سابق لادراج هتين مسودتين ايضا التصريحات التي نسمعها من الجانب الايراني وهي تصريحات ايجابية ايضا المؤشر الجديد والمهم هو التصريح الفرنسي الذي سمعناه قبل يومين وقال بان هناك امكانية للتوصل الى اتفاق لأول مرة فرنسا تتحدث بهذه الايجابية ايضا زيارة مساعد وزير الخارجية كوريا الجنوبية والاتفاق على تحرير والافراج عن الاموال الايرانية المحتجزة بفعل العقوبات الامريكية هذا الامر لا يمكن ان يحصل بدون تنصيق وموافقة وربما طلب من الولايات المتحدة الامريكية بالتزامن مع هذه الزيارة اعلن العراق ايضا عن تسديد الديون والمستحقات المالية المترتبة عليه لايران جراء استيراد الغاز والكهرباء وايضا طلب الرئيس الايراني من وزارة الخارجية الايرانية بفتح قنصلية صينية في ميناء بندر عباس هذا يشير الى استعداد الصين للدخول بقوة في السوق التجارية الايرانية وهذا الامر لا يمكن ان يحصل في ظل العقوبات الامريكية ربما هناك مؤشرات لدى الصين بامكانية التوصل الى اتفاق خلال هذه المفاوضات الجارية حالية في فيننا ايضا الشركات الايرانية تستعد لابرام عقود مع شركات اجنبية فيما يتعلق بقطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات وهذا ايضا حقيقة يحتاج الى ارضية ايجابية لابرام هذه العقود او على الاقل مؤشرات ايجابية كذلك الامر اللقاء الذي جرى بين مندوب السعودية في فيننا وايضا المندوبين الروسي والامريكي هذا يذكرنا باللقاء الذي جرى او بالزيارة التي قام بها سعود الفيصل وزير خارجيات السعودية انذاك قبيل ابرام الاتفاق النوو في عام 2015 ولقائه جون كيري لربما اقناع الولايات المتحدة الامريكية بالتراجع عن هذا الاتفاق هذه التحركات والمحاولات السعودية ايضا ربما تأتي في هذا الاطار فضلا عن التصريحات الاسرائيلية التي تشير الى احتمالية حقيقة التوصل الى هذا الاتفاق ونقطة اخيرة هي الرغبة الواضحة لكل الطرفين الرئيسيين في الاتفاق الايران والولايات المتحدة الامريكية بعدم التخلي عن الاتفاق النووي الايراني لانه الوثيقة الدولية الوحيدة التي تضمن للجانب الامريكي ايران غير نووية غير مسلحة نوويا وايضا تضمن لايران ايضا الحوافز الاقتصادية ورفع الوقوبات نعم ملحم كما ذكرت ان كمير المفاوضين الايرانيين في فيينا علي باقر كاني كان قال ان العد العكسي للتوصل الى اتفاق نووي نهائي قد بدأ ولكن هل ارضية هذا الاتفاق باتت واضحة الان طبعا حتى الان هناك غموض فيما يتعلق بالتفاصيل التي يتم الاتفاق عليها بين ايران وبين الاطراف الغربية لكن هناك نقطة مهمة فيها الحقيقة وهي الرسائل المكتوبة غير الرسمية المتبادلة بين ايران وبين الولايات المتحدة الامريكية التي تجري حاليا والتي ينقلها انريكي مورا منصق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي هذه الرسائل ربما كانت سببا ايضا مهما في هذه المؤشرات الايجابية وهذا الدفع في هذا المسار الايجابي والتفاؤلي في المفاوضات الجارية حاليا في فيينا بعض التسريبات تشير الى ان ايران قدمت ابتكارات قدمت مقترحات وهناك حلول لبعض العقبات الرئيسية عندما نتحدث عن العقبات الرئيسية نحن نتحدث عن الضمانات التي من الممكن للولايات المتحدة الامريكية ان تقدمها لايران خاصة بان ادارة بايدن لا تستطيع تقديم هذه الضمانات في ظل الوضع الحالي الداخلي في الولايات المتحدة الامريكية امكانية عدم ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة امكانية وصول دونالد ترامب مرة جديدة الى سدة الرئاسة في الانتخابات النصفية هناك احتمال ان يسيطر الجمهوريون ايضا على الكونغرس بمجلسه اذا ما الحل هنا بعض التسريبات تتحدث عن مخترح تم تقديمه خلال هذه المفاوضات يشير الى احتمالية صدور قرار دولي هذا القرار الدولي يكون بمثابة غطاء للشركات التي تريد ان تتعامل مع ايران ويبعد عنها شبح العقوبات في حال تغيرت الادارة الامريكية لاحقا وقرر اي رئيس امريكي فرض عقوبات جديدة على هذه الشركات هنا هذا القرار الدولي يقيد اي ادارة جديدة ايضا هناك مساعي لتشجيع الشركات الامريكية ايضا للعمل في السوق الايرانية وهذا الامر ايضا يحد من قدرات اي رئيس امريكي مقبل على فرض عقوبات على ايران لانه سيلحق الضرر بالاقتصاد وبالشركات الامريكية وهذا الامر حقيقة موضع جدال وبحث سيكون في داخل ولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بالشق النووي في الحقيقة لدينا موضوعان موضوع كمية اليورانيوم المخصب ما الذي سيحصل فيها والموضوع الاخر موضوع اجهزة الطرد المركزي المتطورة فيما يتعلق بموضوع اجهزة الطرد المركزي المتطورة لن يتم اتلافها في حال تم التوصل الى اتفاق سيتم التحفظ عليها في داخل ايران برقابة دولية فيما يتعلق بموضوع الكمية التي تزيد عن 300 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب هذه الكمية يمكن لايران بعد رفع لقوبات بطبيعة الحال ان تبيعها الى اطراف دولية اخرى نعم كل الشكر لك مدير مكتب الميادين في طهران ملح مرية على وجودك معنا القاسم الذي نفتقده وثائقي من انتاج الميادين يوثق العلاقة القوية التي جمعت الشهيدة قاسم سليماني الى مدينة كرمان واهلها الوثائقي يعرض في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القدس الشريف تقرير بسانتا الرافة خمس واربعون دقيقة تروي غيضا من فيد علاقة استثنائية جمعت قائدا استثنائيا بمسقط رأسه علاقة الشهيد الفريق قاسم سليماني بمدينته كرمان واهلها القاسم الذي نفتقده وثائقي نوعي يكشف حقائق جديدة عن جذور سليماني ونشأته وعلاقته ببلدته قناة ملك وناسها ويعرض مشاهد تبثل المرة الأولى عن إنسانية قائد جبل حبا بتراب تلك الأرض شهادات متنوعة لرفاق الشهيد وأحبته عن تاريخ علاقة عنوانها الحب والوفاء والعطاء والتطحية وعن اهتماماته بأهله الذين لم يشغلوا عنهم قتال ولا بعد ولا سفر ولا تعب أو كلل شهادات تروي للمرة الأولى تفاصيل عن ذاك القائد الذي رفع لواء الإنسان في بلاده مهما كانت انتماءاته ومشاربه وتوجهاته وعن القائد الذي زرع الوفاء في أرضه فحصده أضعافا قبل ذلك أردت بشي على أخير كذا عشتني بسني وأجيري مرتفع وثائقي القاسم الذي نفتقده يروي حكاية قد لا تشبه غيرها لا يطويها وقت ولا زمن خسارة لا أعوض وفخر لا يضاها ففي عيون الكرمانيين الحج قاسم حاضر في دموعهم أبدا وفي عزهم وانتصاراتهم في هذا العمل الإنساني المؤثري حكايات ملأة بالرسائل وحقائق عن علاقة استثنائية بين الشهيد الفريق ورفيق دربه من القتال حتى الشهادة الشهيد حسين بور جعفري وأيضا عن ابن مدينته كرمان إلى حد وصفه له بأحب الناس إلى قلبه في اليمن قتل قائد اللواء الثالث عمالقة المدعوم إماراتيا مجد الردفاني وعشرات العناصر إثرى قصف صاروخيا للجيش واللجان الشعبية استهدفهم في مديرية بيحان غربي محافظة شبوى شرق اليمن في المقابل شنت طائرات التحالف السعودي ثمانين غارة على محافظات شبوى ومأرب والجوف وسعدة والحديدة وحجة خلال الساعات الماضية بينها ثلاث غارات استهدفت أبراج الاتصالات مديرية ريّدة بمحافظة عمران شمال اليمن القوات المسلحة اليمنية كشفت صورا توثق نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في سفينة شحن العسكرية الإماراتية روابي خلال الفترة السابقة الصور أظهرت السفينة وعلمت نها مدرعات وآليات متنوعة إضافة إلى حفلات للجندي وحاويات وعسكريين كما كشف أيضا عن وثائق تبين تفاصيل شحنات عسكرية حملتها السفينة وبينها الشحنة المضبوطة إضافة إلى معلومات عن السفينة التي أخفيت معظم بيانات عملياتها عن مواقع النقل البحرية العالمية منذ آب أغسطس الماضي تقد نائب وزير الخارجية في حكومة صنع حسين العزي صمت البعثة الأممية إزاء تضليل قوى العدوان وتعسفها وفي تغريدة على تويتر رد العزي على تصريحات المتحدث باسم التحالف السعودي ورأى أنه نسي أن احتجاز السفن المرخصة أمميا يمثل خرقا فاضحا لاتفاق الحديدة كما استغرب جرأة التحالف على نسج اتهامات هم في الواقع أولى بها نظرا لانتهاكاتهم الجسيمة للقوانين والقيم الإنسانية وفق ما قال بعد تلقيه تهديدات من التحالف السعودي بإخلاء المركز واعتباره هدفا عسكريا أطلق مركز النور للمكفوفين في صنعاء نداء استغاثة ما يضع ثلاثمائة كفيف في خطر أحمد زبيبة تهديدات التحالف السعودي بالقصف طالت حتى مركز النور للمكفوفين بصنعاء في تحدي صارخ للقيم الإنسانية والأعراف الدولية ودعوات لتحرك دولي عاجل مركز النور للمكفوفين يضم قرابة ثلاثمائة كفيف يتلقون فيه التعليم والرعاية الصحية نصف هذا العدد يقطنون في سكن داخلي في المركز المهدد بالقصف بعد تحذيرات التحالف بإخلائه باعتباره هدفا عسكريا بحسب زعمه هددونا وبالنمع يكسفون مرة ثانية ونحن خايفين ونقلونا إلى السكن ثاني للفندق وجلسنا ثلاثة أيام ورجعنا أنا كنت حينما قصبوا مركز النور للحياة وتأهل المكفوفين أنا كنت هنا وأثناء القصف في الليل ساعة واحدة في 2016 كنا نايمين وقصفوا واخفنا أنا خفت واخفت أنا شدة خوف قوي وأصبت بمرض تكسرت في الدم من هذا الخوف والضربات حقه العدوان هذا اللي يضرب على المركز النور تهديد مؤسسة مدنية وتعليمية ليس بجديد على التحالف الذي يستهدف المراكز المدنية ويقتل آلاف الأبرياء وتتحمل الأمم المتحدة المسؤولية عن تأمين حياتهم من عبث التحالف يقول مراقبون مركز النور المكفوفين يعتبر مؤسسة مدنية تعليمية تخص الأشخاص ذوي العاقة البصرية وهي بعيدة عن أي مكان من أماكن الصراع لا توجد منطقة فيها خطورة ونحن الآن في المركز موجود في حي سكني آهل بالسكان الحرب السعودية تؤثرت في هذا المركز على نحو كبير ولسيما في ظل انقطاع الدعم الحكومي ونقص المساعدات الأممية والقصور عن توفير المساعدات الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها أحمد محمد زبيب صنع الميادين النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قتلت 12 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردية قرب الحدود مع سوريا يأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة مقتلة ثلاثة جنود في انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق تركيا على الحدود مع سوريا وأضافت أن الجنود قتلوا في بلدة أقجة قلعة بمحافظة شانلي أورفا إثر انفجار قنبلة محلية الصنع استهدفت دوريتهم نبقى في تركيا حيث أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيلشدار أغلو أنه بمجرد الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات سيجي تصالح مع مصر وسوريا وتبادل السفراء معهما أغلو أشار إلى أن تركيا ستشهد تغييرا في السياسة الخارجية في ظل حكم المعارضة التي ستتولى إصلاح العلاقات مع جميع الدول بحسب تعبيره أفرجت السلطات المصرية عن الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث بعد تسعمائة يوم من الاعتقال وقررت ترحيله إلى فاريس عائلة شعث أكدت في بيان فرحتها بالإفراج عنه معبرة عن استيائها من إجبار رامي عن التنازل عن جنسيته المصرية كشرطا للإفراج عنه أتحدث شعث عن ظروف غير إنسانية شابة السنتين ونصف السنة التي قضاها في السجون المصرية مؤكدا الاستمرار في مضاله نحو تحرير فلسطين بعد سنتين ونصف سنة من سجني ما زلت أتمتع بالتصميم نفسه والإرادة للاستمرار في طريقي والعمل على تحرير رفاقي من السجون المصرية وصون حقوق الإنسان في مصر والعمل من أجل فلسطين حرة أعلنت الأمم المتحدة إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانيين وفي بيان أضافت الأمم المتحدة أنها تسعى إلى التواصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام الممثل الخاص للأمين العام أعرب عن قلقه الشديد من أن يؤدي انسداد الأفق السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار دعا رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر عبدالقادر بن جرين خلال الندوة الوطنية لرسائل المجالس الشعبية البلدية دعا إلى ضرورة وحدة الصف الداخلي وتمتين الجبهة الداخلية بغية تأدية الجزائر دورها الريادي في الشاركتين الإقليمية والدولية حرب على الجزائر من جارنا للأسف الشديد الشقيق الغربي الذي يستهدفنا بالمخدرات وصار يستهدفنا بالاستقواء على الجزائر بالتحالف مع الصهاينة من أجل استهداف وتركيع هذا الوطن العزيز بعدما أصبحت ساحة المشرق العربي ساحة استباحة للسياحة للسيادة ولرياقة الدماء أرادوا أن تلتحق دول المغرب العربي وهيهات مع يقظة الشعب الجزائري قالت وزارة الدفاع الروسية أن المظليين الروس من قوة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأوا حماية المنشآت الحيوية في كازاخستان في الأثناء أعلنت وزارة داخلية كازاخستان اعتقال أكثر من خمسة ألاف ومئة شخص خلال الاحتجازات الأخيرة في البلاد وقالت أنه جرى اعتقال نحو ثلاثمائة شخص في كازاخستان أثناء محاولتهم عبور حدود البلاد أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراح نظيره الكازاخستاني قاسم جومار توكاييف عقد مؤتمر عبر الفيديو لمجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن الوضع في كازاخستان الكريملين قال أن الرئيس الكازاخستاني أبلغ بوتين أن الوضع في بلاده آخذ في الاستقرار كما شكر توكاييف بوتين على الدعم الذي قدمته روسيا الوضع في كازاخستان بحثه بوتين أيضا مع رئيس بلا روسيا أليكساندر لوكاشينكو ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان وبحسب الكريملين فإن باشنيان أعلن أن بلاده ستنظم اجتماعا قريبا لمجلس الأمن الجماعي بصفتها رئيسة المنظمة وذلك تأييدا للاقتراح الذي قدمه رئيس كازاخستان قاسم جومار توكاييف قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة وحلفائها منفتحون على إجراء محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا وأضح المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن هويته أن المحادثات سوف تتضمن إمكانية قيام كل طرف بتقييد المناورات العسكرية ونشر الصواريخ وأكد أن الولايات المتحدة لا تعتزم مناقشة فرض قيود على انتشار القوات الأمريكية أو على وضعها في دول الناتو مع دخول الطرفين الأمريكي والروسي في حرب تصريحات انطلاقا من بوابة الأزمة الكازاخستانية أعاد الرد الروسي على وزير الخارجية الأمريكي تسليط الضوء على المحاولة الأمريكية لحصار روسيا عبر استكمال حزام الدول المعادية لها سياسة تصدت لها موسكو سابقا في جورجيا والقرم واليوم في كازاخستان على بلينكين أن يعرف أنه إذا دخل الأمريكيون إلى بيتك فسيصعب عليك البقاء على قيد الحياة وعدم التعرض لسرقة أو الاغتصاب ليست كلمات ناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا مجرد رد على بلينكين بل هي رسم للحد الفاصل التي لا تقبل روسيا لواشنطن تخطيه في محيطها الأوراسي فروسيا بوتين تعيد رسم الخارطة الجيوسياسية مجددا بخطوات حازمة كما في القرم حيث كانت الإنزالات العسكرية هناك رسالة حاصمة للنيتو بأنها لن تقبل العبث في مناطق نفوذها التاريخية خطوط سبق أن رسمتها موسكو في الشيشان وجورجيا وأخيرا في أوكرانيا وبيلاروسيا هناك نشرت روسيا قواتها وبعثت برسائل إلى النيتو تؤكد فيها استعدادها للدخول في حرب إن لزم الأمر واليوم تراهن الولايات المتحدة على خططها القديمة الجديدة في المواجهة غير المباشرة مع روسيا عبر إشعال الدول في محيطها وهذا ما قد تظهره الأحداث في كازاخستان فالمشاهد هنا تبدو استنساخا للثورات الملونة التي تعرفها روسيا جيدا وتعرف محركيها فجاءت الرسالة من السفير الروسي في الولايات المتحدة الذي لم يستبعد وجود أيدي خارجية فيما يجري في كازاخستان بعد هزيمتها في أفغانستان تراهن واشنطن على استخدام داعش ومثيلاتها في دول الجوار الإسلامي لزعزعة هذه الدول خدمة لمشروعها ضد روسيا والصين ففي كازاخستان تمر خطوط الطاقة مشروع الصين الحزام والطريق يصعب على روسيا التي انتفضت سابقا في ظروف أقل ملاءمة لها أن تترك كازاخستان لقمة سائغة ولن تسمح بطعن قلب كازاخستان بل ستعزز الدفاع المشترك مع حلفائها عن طريق تطوير هذا التحالف إلى حلف يمكنها من مواجهة أكثر فعالية للمشاريع الأمريكية والغربية في المنطقة دراسة معمقة ترصد محافظة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على شعبية عالية في أوساط الجمهوريين وتخوف من تصدع الديمقراطية في الولايات المتحدة نجى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الضربة التي لحقت بشعبيته عقب أحداث الكابيتول لا تأثير يذكر للحادثة المفصلية التي هزت الديمقراطية الأمريكية في شعبية ترامب داخل الحزب الجمهورية فالرئيس السابق نجح من خلال هذا الحدث في ترسيخ ادعاءاته بين الجمهوريين بشأن حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية نجاح استعرضه موقع MSNBC خلال دراسة مطولة تستند إلى عدد كبير من الأبحاث والمقالات رسم بياني من أعداد موقع 538 الذي يتتبع معدلات التأييد داخل الحزب الجمهورية يظهر أن ترامب لا يزال يحصل على نسبة تأييد تتجاوز 75% مقابل تدني شعبية نائبه السابق مايك بينس والسناتور ميتش ماكونيل على نحو كبير عقب أحداث الكابيتول مقال لصحيفة نيويورك تايمز يوضح السبب تقول الصحيفة أن انخفاض نسبة التأييد لكل من ماكونيل وبينس يعود إلى عدم موافقتهما على الدعاءات ترامب بشأن تزوير الانتخابات استطلاع آخر أجرته صحيفة واشنطن بوست وجامعة ميرليند يشير إلى أن 72% من الجمهوريين يقولون أن ترامب يتحمل المسؤولية عن بعض أعمال الشغب في الكابيتول أو لا شيء على الإطلاق هنا يبرز تخوف الموقع من تصدع الديمقراطية في الولايات المتحدة حيث يشدد على أن الهجوم على مبنى الكابيتول يوضح التأثير الهائل الذي أحدثه ترامب في حزبه وفي الثقافة الأمريكية الوطنية فبدلا من أن يكون للحادثة تأثير سلبي في شعبية ترامب جاءت النتائج معاكسة نجح الرجل في إقناع ناخبين الجمهوريين بحدوث تزوير في الانتخابات وبأن أعضاء حزبه الذين انشقوا عنه ليسوا مخطئين فحسب بل هم غير جديرين بالثقة أيضا قدم المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس اقتراح نبي جدول زمني جديد لإعادة السلطة إلى المدنيين وقال وزير الخارجية عبدالله ديوب إن وسيط إكواس التي تعقد قيمتها اليوم طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر في اقتراح يجب مجمه نقل السلطة خلال مدة تستمر خمس سنوات على الرغم من تدمير الاحتلال الإسرائيلي المستوطنات المحررة في قطاع غزة قبل أكثر من ستة عشر عاما كي لا يستفيد منها الفلسطينيون مثلت أراضي المستوطنات المحررة في القطاع مساحة للاستثمار في مجالات مختلفة هذا التقرير لويسام العشي تبلغ مساحة المحررات التي أغلت في العام 2005 بعد الانسحاب الإسرائيلي نحو 30 ألف دولوم تمثل تقريبا حوالي 8% من مساحة قطاع غزة كانت هذه الأرض كما تركها الاحتلال خاوية على أعراشها تم تدميرها كما أن اليهود عاداتهم تم استلام هذه الأرض وتم عادة تأهيلها ينعم بها أبناء شعبنا الفلسطينيين الله أكبر الله أكبر تم الاستفادة من جزء من هذه الأراضي المحررة للمرافق التعليمية كجامعة الأقصى التي تبلغ مساحتها نحو 260 ذلماً أيضاً هناك المشاريع الإسكانية أخذت جزء من المساحة وما تبقى هو ما زال مستغل الآن في إنتاج الزراعي والحيواني كذلك أرض خصمة جداً لحلاوة المياه لدرجة أننا نقيم على هذه الأرض الآن المزارع الفراولة المعلقة في الجنوب والتي تعتبر باكورة هذا العمل لما لها هذه الأرض من قصوبة ومن خيرات سننعم بها بإذن الله تعالى وسننعم بها شعبنا الفلسطيني خطوات تفصل مصر عن إعلانها خالية من العشوائيات بعدما تمكنت الحكومة من إزالة المناطق غير الأمينة بالكامل خالد أبو عرب منطقة بطن البقرة وعزبة الهجانة وعزبة أبو قرن آخر المناطق العشوائية التي لطالما مثلت كابوساً يؤرق قاطنها وعبءاً على الحكومة المصرية لعقود لم تعد قائمة اليوم بعدما أزيلت بالكامل وعوض قاطنها بوحدة سكنية مجهزة وهو ما يرى فيه مراقبنا نهضة عمرانية غير مسبوقة هناك محاولة جادة من الدولة لتطوير السكان الذين كانوا يقتنون في هذه المنطقة لو ذهبنا إلى الأصمرات سنجد مراكز شباب نوادي رياضية سنجد مستشفيات سنجد مدارس للتعليم سنجد محاولة للانتقاء وإلى جانب تطوير المناطق القديمة التي أنشأت الحكومة المصرية مجتمعات عمرانية جديدة أبرزها أحياء الأصمرات وأهالين ومعاً وبشاير والمحروسة مع توفير جميع الخدمات الأساسية فيها في خطوة تمثل تطوراً اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً مهماً خريطة مصر الآن تحت يد أمينة بتعمل لصالح المواطن فالعشوائيات التي فرضت على المواطن لم تعود موجودة الآن والآن هو كل شيء مخطط كل شيء علمي مدروس تماماً من أهل الاقتصاص سبع سنوات استبدلت خلالها الحكومة المصرية مئات المناطق العشوائية غير الآمنة بآلاف الوحدات السكنية بتكلفة قدرت بعشرات مليارات الجنيهات المصرية خطة شملت المناطق غير المخططة التي تمثل سبعة وثلاثين في المائة من إجمالي المناطق العمرانية في مصر مع وضع خطة للخدمات الأساسية بتكلفة ثلاثمائة وعشرين مليار جنيه بوتيرة متسارعة تتحرك السلطات المصرية لإنهاء أزمة العشوائيات بشكل نهائي ولاسيما المناطق غير الأمنة منها مع تعويض قاطنها بوحدات سكنية في المدن الجديدة خالد أبو عرب القاهرة الميادين تزايدت الإصابات بفيروس كورونا في لبنان خلال الأيام الماضية على وقع اجتداد موجة جديدة من هذا الوباء في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من مشاكل تضعه على شفى كارثة صحية تقرير جمال الغرابي نحن الآن داخل قسم الإنعاش في إحدى المستشفيات في لبنان التي ترزح تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع عداد المصابين بفيروس كورونا الأسرة هنا امتلأت هذا نموذج عن واقع المستشفيات في لبنان فكيف يمضي المشهد أول مبارح إيجوا ولادي لا يعملوا فحص لا يشوفوا زهني خلصوا نيجاتيب ولا لا يعني احترق قلبي عليه هنا الصراحة كانوا مقفين على الشباك لحتى أنوا يقدروا يشوفوني أنوا مش قادرين يشوفوني عن قريب ولا قادروا أعملهم شي وإني عن جد كانوا مش حاداش قادر يزلع عندهم لأنوا هني كانوا كورونا تختصر سارة معاناة مرضى الكورونا في غرفة الإنهاش هنا كمية الألم فاقت القدرة على التحمل فوباء كورونا سرق منهم متعة الحياة أصعب شيء هالشدية أنه نحن عائلة كبيرة كنا عاشا من منطقة وحدية هلأ بفعود إيجوا ولادي ما يزور كل يام بيزوريا ما بخلي نفوتوا على التحال أرواح متعبة وإشساد منهكة وأنفاس تضيق بما رحبك هنا تحتدم المعركة بين الحياة والموت وحدهم عناصر الطاقم التمريضي من يستطيعون كسر عزلة المرضى عن عائلاتهم يعرضون أرواحهم للخطر على الرغم من الواقع الصحي المتلدي في البلاد تفشي جائحة بشكل كبير باللبنان عم يضغط بشكل كبير على الأسرة بالمستشفيات لكل لبنان وبما أنه في نقص باللوازم الطبية وفي نقص بغرف الإنعاش تحديدا لغرف العناية الفائقة هذا الشيء عم يضغط على كل المستشفيات هذا الملف صراحة ملف حساس ووطني وده معالجة مركزية معدل الإصابات يرتفع في لبنان بشكل كبير تحذر السلطات من خطورة انتشار هذا الوباء في ظل البطء في عمليات التلقيح وفشلها في الوصول إلى المناعة المجتمعية جمع الغربي تول جنوب لبنان الميادين أعلنت الحكومة البريطانية حالة الطوارئ في العاصمة لندن بسبب نقص العاملين في القطاع الصحي حيث تتعرض المستشفيات البريطانية لأزمة حادة بسبب غياب الممرضين ولا الطباء نتيجة عزلهم وإصابة الألاف منهم هذا التقرير لموسى السرور جائحة كورونا تشل الحياة في بريطانيا بعض المدارس أغلقت أبوابها ومؤسسات تجارية أقفلت أما مستشفيات العاصمة فمهددة بالانهيار من جراء تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وعزل الألاف مع انتشار السلالة الجديدة منه وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن واحدا من بين كل عشرة أشخاص من القطاع الصحي يصاب بكورونا ما دفع الحكومة إلى الاستعانة بالجيش لمساعدة المستشفيات على تقديم المساعدة إلى المرضى العيادات الطبية تمر في أسوأ أحوالها حيث تواجه طلبا متزايدا من المرضى في ظل غياب كبير للأطباء والممرضين نتيجة إجراءة العزل على الحكومة أن تعترف بأن الضغط الهائل على القطاع الصحي أدى إلى حدوث معاناة كبيرة لدى آلاف المرضى نتيجة هذا النقص في الكادر الطبي انتشار السلالة الجديدة يزيد الضغوط على حكومة جونسون في تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي الوباء لكن رئيس الوزراء ما زال يرفض فرض المزيد من القيود برغم اعترافه بالضغوط التي يواجهها العاملون في القطاع الصحي أما وزير الصحة البريطاني ساج جافيد فبدى مرتبكا أثناء تفقده أحد مستشفيات العاصمة أمام طبيب اعترض على الإجراء الإلزامي بتلقي اللقاح نشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بكورونا في المستشفيات وخصوصا عند الكبار في السن القطاع الصحي سيواجه تحديات صعبة في الأسبوع المقبلة وعلينا مواجهة انتشار الوباء من خلال تلقي الجرعة الزائدة 70% من المرضى في المستشفيات لم يتلقوا اللقاح مكتب الإحصاءات الرسمية البريطانية أشار في تقرير له إلى أن الأسبوع الأخير من العام الماضي سجل العدد الأكبر من الإصابات بكورونا في المملكة المتحدة أميكرو بمتحوراته يغزو بريطانيا ويهدد القطاع الصحي فيها بالإنهياء فيما يحاول جونسون التهرب من فرد مزيد من القيود خشية المساس بالحرية الفردية فضلا عن استضامه بالمتمردين داخل حزب المحافظين ممن يرفضون تجديد الإجراءات الوقائية موسى سرور لندن علم يا دين في خبرنا الأخير ضربت فتاة صغيرة شجرة باستخدام مهارات الملاكمة حتى كسرتها الصغيرة ابنكا سعد فاكاس تتدرب منذ أن كانت بثالثة من عمرها وتحلم بأن تصبح ملاكمة محترفة موسيقى بهذا الخبر تكون النشر انتهت ولم يبقى لا تذكير بالعنوين موسيقى قبل جلسة للبرلمان العراقي الجديد الصدر يدعو إلى حكومة أغلبية وكتائب حزب الله تحذر من إقصاء الأغلبية موسيقى كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا يقول إن العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نووي النهائي بدأ موسيقى مقتل قائد اللواء الثالث عمى لقاء المدعوم إماراتيا وعشرة العناصر في مواجهة مع القوة اليمنية في شبوة موسيقى وقوة حفظ السلام الروسية تبدأ حماية المنشاة الحيوية في كازاخستان والسلطات تعلن اعتقال أكثر من خمسة آلاف شخص موسيقى شكرا للمتابع وإلى اللقاء موسيقى